طلاب اللي Principles 2 مرحبا إن شاء الله تكونوا منح وصلني موجودة على الشابتر 8 اللي هو 8.78 إن شاء الله بنا نحله ونفهم كيف حلنا هذا هم إشي ما نحفظ كيف حلنا نفهم هذا هم نقطة بحكي لي solution of sugar in water is to be concentrated from 5 weight percent sugar to 20 percent sugar the solution is at about 45 degrees Celsius when it is fed continuously to a bubble column air at 45 degrees Celsius with a dew point of 4 degrees Celsius is bubbled through the column and emerges saturated the humidification of the air may be considered adiabatic which is q equals zero use the saccharometric chart to solve the following problems أول إشي what are the absolute humiditys of the entering and exiting air هلا أهم إشي إحنا نعرف كيف نتعامل مع الساكرومتريك تشارت أنا طبعا رسمت ساكرومتريك تشارت زي هيك أنتوا عندكم إياها الأصلية فأنا دفرجيكم أنا طلعت القيم لإلها فإنه بتقدروا تتأكدوا ممكن تكون عيني هيك يعني ما إجت على الرقم الصح بس خلينا نشوف كيف رح نطلع أول إشي أنا عندي الـ air entering أنا عندي temperature 45 degrees Celsius with dew point 4 degrees Celsius أنا بعرف على الساكرومتريك تشارت عشان أحدد الـ properties لازم يكون عندي at least 2 points عشان أحدد أو 2 properties physical properties عشان أقدر أحدد الـ point وأحدد عليها كل الـ other physical properties هلا أنا عندي هون حكينا إنه dew point 4 degrees Celsius وعندي temperature للـ air اللي هي 45 degrees Celsius أنا بعرف إنه dew point هي resulted from إنه مثلا specific point إنه أروح directly horizontally على saturated curve بعدين أنزل لتاحت أقرأ dew point فأنا عندي هون من خلالها بدي أطلع هيك تمام أنا عندي 45 degrees Celsius برضو بدي أطلع هيك هلا لازم أنا أمشي horizontal أرجع أرجوع فيها عبين ما أوصل لـ 45 degrees Celsius at this point at this point أنا عندي absolute humidity أوكي zero point zero 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 five كيلو جرام water بير كيلو جرام dry air هلا هاي معناته أنا طلعت الـ الـ H A بالـ entering air اللي هي zero point zero zero five كيلو جرام H2O بير كيلو جرام من الـ dry air طيب هلا بالنسبة للـ exit stream للـ air أوكي أنا بس ما أعطيني إنه saturated أوكي لما يكون أنا في عندي saturated ممكن طبعا الـ temperature تتغير بس لازم نعرف شغلة إنه saturated ممكن يكون نفسه الـ temperature تبعته ممكن in some cases إنه يكون the same as the wet temperature أوكي in some cases بس أنا هلا حاليا بالـ position تبعي أنا لازم أشوف شغلة اللي هي ضرورية حتى لو صار فيه saturation للـ air بيظل أنا عندي الـ temperature the same the same طب أنا بدخلينا أشوف الـ entering كم الـ temperature لإله إنه من خلال إني أنا بطلع with the saturation curve أو with معهم وبخبط هون برد إيش أنزل بقرأ إيش هو أنا عندي T wet point الـ temperature طيب إحنا حكينا الـ temperature فأنا ممكن إني أطلع هون وأقرأ exit absolute humidity which is 0.0152 أنا هيك طلعتها ما بعرف ممكن تكون أقل من هيك أو أكتر من هيك فأنا عندي الـ H A هون طلعتها اللي هي 0.0152 kg of water per kg of dry air أوكي؟ طيب أعتقد ضل معلومة أخيرا رح ستفيد منها ستفيد منها بس هاي لآخر question يعني آخر question من آخر اللي هي the volume of entering with air آآ فأنا هون في عندي lines تبعت الـ volume للـ humid air فأنا طلعت معي after 0.9 فأنا قرأتها اللي هي 0.91 meter cube من الـ water kg dry air هاي رح نستخدمها بعدين طيب هلا فعليا أنا صار عندي هدول two uh uh humidity طلعتهم question number two بحكي لي how many kg of dry air okay must uh be fed per kg of entering sugar solution اوكي هلا هو بده معناته اللي هو mass للـ dry air يعني احنا in total بنهاية أنا بدي أطلع mass dry air bare mass للـ sugar للـ sugar solution كامل مش لا بس sugar لحاله as crystals طيب خلينا أول إشي هون صفة عندي أنا معلومات موجودة بس بدي أعرف كيف بدي أستخدم هدول المعلومات هلا ممكن في طريقة تانية تلاقوها أسرع بس أنا بشتغل على أول إشي ممكن يخطر ببالي هون في عندي الأبسلية تهمية 0.05 ها يمكن إني أخليها as a mass fraction من خلال إنه بعمل إنه X للـ H2O هون equals 0.005 over total اللي هو 1.005 اللي هو أنا بعرف إنه عندي لكل 1 kg dry air عندي 0.005 kg من الووتر فالتوتل عندي 1 plus 005 اللي هي 1.005 التوتل عندي هون فممكن أطلع من خلالها الماس فراكشن للـ H2O هون نفس الإشي بطلع الماس فراكشن للـ H2O اللي هي بتطلع عندي 0.0152 divided by 1.0152 أوكي هلأ أنا أوردي طلعت الـ values لإنهم هون راحت أوكي هون equals 4.97 times 10 to the power minus 3 أوكي معناته الـ x راح تكون 1 minus 4.97 times 10 to the power minus 3 عندي هون نفس الإشي الـ x لـ equals هون طرع مع الجواب 0.015 فهاي بتكون 1 1 minus 0.015 أوكي هلا بدي أعمل simply mass balance أنا بعرف الشغل اللازم نحن نعرف أنه لما دخل عندي هون وطلع من هون أوكي تغير أنا عندي اللي هو الأبسوريتي معناته الأبسوريتي معناته عندي زادت أوكي هاي الأبسوريتي تغير زادت بس أنا عندي الـ دراي اير دراي اير ما رح يخت فهو رح يكون دراي اير خلينا أشوف أنا بدي أطلع أنا بس الأنسب إنه أعمل خلينا نحكي للمبتدئين الأنسب دايما إنه نعمل أم وهنا أنا بدي أعمل إنه عندي أنا الماس للدراي اير بدي أحكي إنه 100 كيلوغرام أوكي ماس للدراي اير أجين 100 كيلوغرام طيب معناته إذا أنا عملت أصمشن للدراي اير 100 كيلوغرام هاي ما بيلزمني فعليا إنه أطلع الماس فراكشن ما بيلزمني بس إذا أنا عملت أصمشن للي بدهم يعمل أصمشن إنه الماس للاير أوكي الهومد اير هاده هو الـ 100 كيلوغرام هدول بيلزموني أجين أنا فرضت هاي للاسهل بس اشتغلت هدول للي بدهم يشتغل الماس للاير هاي نفس الإشي رح يكون أنا عندي الماس للدراي اير هون نفسه موجود هون في الماس للدراي اير برضو هون رح يكون equal to 100 كيلوغرام أوكي هلا بدأ شوف الكمية الزيادة اللي صارت أنا عندي بالوتر اللي هي أخذتها من الشوغر سوليوشن هلا رح نشوف رح يبين معنا كيف هلا هون على جنب خلينا نكتب شو اللي صار عندي ها أنا عندي 100 كيلوغرام أنا عندي بعرف انه كل كل 1 كيلوغرام وفي دراي اير بعطيني 0.05 كيلوغرام من الووتر طب إذا أنا عندي 100 كيلوغرام مفروض يعطيني 0.5 كيلوغرام من ال H2O اللي دخلت أنا عندي هون أوكي وهون لما طلعت هون لما طلعت أنا 100 كيلوغرام بتظل أنا عندي 1.52 كيلوغرام of H2O أوكي الزيادة هاي الفرقية بالزيادة هاي اللي هي بتطلع 1.02 كيلوغرام of H2O هاي الكمية اللي زيادة اللي راح ياخدها مين راح تاخدها اللي هي أو سوري كمية اللي زيادة من اللي ايجت الاير اخدها من sugar solution أنا sugar solution هيك كان مثلا أنا عندي 5% من sugar solution يعني نسبة الووتر ال H2O أوكي كانت 95% وهون لما طلعت كانت ال H2O كانت 80% لانه 20% للشغر فهاي بتكون 80% طيب هاي هاي راح تلمين حكينا again لاخدتها اللي هي أو اتاخذت من sugar solution خلينا نعمل هلا balance للشغر اللي أنا عندي إياه هون أنا بعرف انه sugar balance سميها بعرف انه دخل عندي 5% من الشغر فانا خلينا نسمي هاي ms اللي هي sugar ms1 هاي بدأ سميها ms2 ف ms1 أنا عندي sugar balance اللي هي 5% times m1 اللي هي ms1 أوكي equals للشغر الموجود عندي هون اللي هو 0.2 times ms2 2 طيب again أنا في شغلة كمان برضو بعرفها اللي هي الكمية الووتر هاي اللي اجت من هون اللي اتاخذت من هون اللي هي حكينا برضو الفرقية الووتر من هون من هون يعني لو أنا الووتر هون منس الووتر هون رح يعطيني الووتر هاي أوكي فأنا لو عملت h2o أوكي balance بس لمين بس لا اللي هي sugar solution هاي أنا بحكي إنه هون الووتر كانت البرسنتاج تبعته 95% of ms1 minus 0.8 من ms2 لازم يعطيني 1.02 again كمية الماء الموجودة هون minus كمية الماء الموجودة هون هي الفرقية اللي أخذتها اللي أخذها الair طيب هلا اللي بنا نعمله بس عبارة عن calculations يعني ما فيها ما فيها اشي اللي هي بدي اعمل substitution ل ms2 بمع إنه أنا بدي ms1 أوكي بدي ms1 هاي أنا بدي إياها ms1 فأنا بعمل substitution فأنا هون باخدها من هون فأنا عندي بعرف أنه ms2 عبارة عن 0.05 divided by 0.2 times m للs1 فهي 0.95 times ms1 minus 0.8 times اللي هي 0.05 divided by 0.2 في ms1 equals 1.02 2 احسبوها هاي كاملة بتطلع ms1 آه دي شوية كم ترعت ما آه 1.357 أوكي خلينا نشوف نجرب على الكالكوليتر أوكي في عندي 0.2 times أوكي 0.8 times 0.05 divided by 0.2 0.95 minus الانسر 1.02 divided by الانسر بتطلع عندي 1.36 أوكي هو عملها أوكي 1.36 كيلوغرام أوف اللي هو كامل sugar solution سو سمبلي اللي هو اللي بدو إياه اللي هو 100 أوكي divided by أنا عندي 1.36 كيلوغرام لسوشن أوكي 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 73.53 كيلوغرام أوف dry air لكل كيلوغرام أوف آآ أوكي أوكي هاي إحنا أنا إني طلعت الراشيو اللي هو بديو إياه آآ دائما لما يطلب مني راشيو مو ضروري إنه لازم يعطيني أو أو بقدر إني أعمل زي ما هلا إحنا عملنا وليش أعملت أنا لل آآ لأنه هو الكونسانت هو الكونسانت ممكن أعمل للشوقر the same thing ما عندي مشكلة ممكن أعمل آآ الشوقر هو آآ الآآ الآآ الاسمشنز تابعي أو البيس تابعي طيب بحكي لها الآن بيدو كما ترغب القطورة سترى الآآ الآآ طلعنا هالي هي الله وساس محمد راهات آآ إنه الكيلوغرام للدراي إريل هو 100 فـ 100 x 0.91 فتطلع الفوليوم ناينتي وان ميتر كيوب أوف ووتر طعم فـ يس هذا هو السؤال ما فيه إشي وـ Good luck